السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنحل الجزء الخاص بالقواعد للدرس الثالث والرابع الوحدة الاولى من كتاب جيانس العمريكا الفين اربعة وعشرين. اول سؤال بيقول لي اي نقط انجليش رسنت دي. قبل ما حل الكلمات الافعال دي لازم يكون في دماغي ثلاث حاجات. اول حاجة الجملة معلوم ولا مجهول يعني الفاعل اللي جاي قبل الفاعل ده هو اللي عمل الفاعل ولا لأ. تاني حاجة توفق الفاعل مع الفاعل يعني الفاعل لو جمع يبقى الفاعل اللي جمع. الفاعل مفرد يبقى الفاعل مفرد. تالت حاجة زمن الجملة. زمن الجملة هو مضارة لو مضارة يمش كله مضارة. لو ماضي يمش كله ماضي. اول سؤال بيقول . طب هاللي عمل الاصطادد ؟ هو الله ز nouns هاللي عملال totally are soaked او هاللي ذكري يعنا هي كلا جملة معلوم , ماش . GREEN ديبان طtin على المجهول اللي هو . المجهول اللي هو . ايه مجهول , يعني احد التصريفات folktobai والتصريف التالث فنا احد التظريفات اللي هو . اللي هو . فنا التصريف التالث اللي هو اصطادد وبرضه was studied دي مجهول تطلع برا recently علامة مع علامات المضارع التام يبقى الموادر بسيط دي يطلع برا يبقى have studied رقم اتنين english not recently recently علامة مع علامات المضارع التام يبقى نطلع الموادر بسيط برا جملة معلومة لها مجهول كده كده بانجلش يبقى كده جملة مجهول english بالنسبة لصدادة هي اللي بتتذاكر مش هي اللي بتتذاكر يبقى كده مجهول يبقى طلع ايه يبقى كده المعلوم برا يبقى هافي studied برا كمان english مفرد وهافي جعمة مش نفعة هازي studied برضه برا لانها معلوم جملة لها مجهول يبقى هاز بين studied تلاقي ان english مفرد وهاز مفرد تلاقي في الجملة التانية دي توافق الثلاث شرط اللي انا بقول عليهم ايه هم الثلاث شرط اللي انا بقول عليهم اول شرط توافق الفعل مع الفعل يعني english مفرد لازم تاخد فعل مفرد اللي هو هازي يبقى نطلع هاف برا تاني شرط ايه توافق الزمني يعني الجملة مضارع ولا ماضي ولا ايه في recently يبقى مضارع مضارع يعني هاف او هازي يبقى نشير للماضي برا نرميه اللي هو studied ثلاث حاجة هي الجملة معلوم ولا مجهول قلناها ان ما هي الجملة مجهول يبقى هتاخد احد تصرفات verbo to be والتصريف الثالث رقم ثلاثة she not got any meetings since she came here طب since عندك علامة مضارع تام يعني يعني ايه يعني بيجي قبلها مضارع تام وبعدها ماده بسيط قد ماده بسيط اللي هو كام يبقى انت عايز قبلها مضارع تام طلع الماضي المستمر برا لازم تكون عارف تكوين الازمنة في المعلوم وفي المجهول المضارع البسيط يطلع برا والمستقبل اللي يطلع برا فضلتش غير مضارع تام she not got to the market she will be here soon هي هتكون هنا حيلا عندي has gone to زهبت ولا متعود وهاز بين تو راح توجد وهاز بين ان موجودة في المكان طيب هنا ايه هنا بيقول لك هيه لسه ترجع يبقى هي زهبت ولا متعود يبقى she has gone has been برا ليه لان هاز بين معناها راح توجد هات بين برا ليه هات بين برا لان زمن الجملة مضارع طيب بقى اللي عارفك ان المضارع مضارع ولا مستقبل الجملة يتمشي مضارع ومستقبل يا ماضي وماضي الماضي برضو يطلع برا I am so happy I am so happy ده تأثير في المضارع التأثير في المضارع يبقى هو عايز مضارع تام لو تأثير في الماضي كان عايز ماضي تام I am so happy I am not a middle for writing battery يبقى كده زمن الجملة مضارع وتأثير في المضارع يبقى مضارع تام زمن الجملة مضارع يبقى الماضي يطلع برا تأثير في المضارع يبقى انا عايز مضارع تام يبقى have one where is the book I gave you فين الكتاب اللي انا دتهولك what not was it واز يقول انت كنت بتعمل بي ايه انت كنت بتعمل فين الكتاب اللي انا دتهولك انت كنت بتعمل بي ايه طيب اولا هنا في الجملة دي تلاحظ حاجة مهمة جدا ان انا بمسألك عن حاجة كنت بتعمل بيها ايه يعني معنى كده ان الحاجة انا مش شايفة يبقى كده زمن الاستمرار ده هيخرج لان لو انا شايف الكتاب قدام يقول انت بتعمل بحاجة دلوقتي يبقى انا مفرول مصابكش السؤال ده يعني انت مسكك الكتاب بتقراء فيه ا volver كتاب لا ينفع cache عملت بكتاب ايه ما ينفعش يبقى المستمر يطلع برا زمن الاستمرار يطلع برا لان زمن الاستمرار بيدل على ان انا شايف الكتاب وانا بقول له وفين الكتاب انت عملت بايه? ماشي? ماشي. طيب. زمن الجملة مضارع مضارع. انا بقوله ايه? رز. يبقى مضارع. يبقى انا عايز زمن يدل في معناه على الماضي لكن كتبته تكون مضارع. ماذا فعلت به? المضارع التام بيتكتب مضارع لكن بيترجم ماضي. لكن بيترجم ماضي. يبقى هاف يو ضن. رقم سبعة. ماني بيبول كستير من الناس. ابريدنج. زا ساينس فكشن بوك. رسنتي. رسنتي. اللي علام من العلامات المضارع التام. يبقى قلوه يمشي. وهات جرون تمشي. وبيبول دي جام. يبقى هاس تطلع بره. يبقى مفيش غير هاف جرون. كل شيء ماشي عالمي ورامي انا ماشي كويس. وي نقطة. كلمة صفار حتى الان علامة من علامات المضارع التام. والجملة ماضي ولا مضارع؟ الجملة مضارع. يبقى هل انت تطلع بره؟ طب ايه اللي عرفك انها مضارع ما بيقول لي is going؟ we didn't have تطلع بره ماضي. we don't have ده مضارع بسيط. وانا عايز مضارع تام. يبقى haven't had. this is the most difficult situation. I know. طبعا افر ونفر يبيجو في صيغة التفضيل. صيغة التفضيل. انا عندي هنا كلمة زموست دي صير التفضيل. يبقى انا عايز هنا افر وهو جايب كل افر. طبعا. بيقولك بقى ده التوافق الفاعل مع الفاعل i هتاخد ايه? i هتاخد have وهتاخد head برضو طبعا. جملتك بقى مضارع ولا ماضي الرجل بيقول لي is. is يعني الماضي يطلع بره. تمام كده? او انا اللي واجهته ولا انا اللي تم مواجهته? انا واجهته. this is the most situation i have ever faced. يبقى رقم B. رقم D غلط لانها مبنية للمجهول. وانا اللي واجهت. يبقى انا عايز معلوم. اتنوعات اير since I met safe. في قاعدة عندي تقول اني since ايجي بعدها مرة بسيط وقابلها مدة زمانية. قابلها مدة زمانية. وقابل المدة زمانية يقول it is او it has been. it is او it has been. يعني لو كان فيه has بالوحدانات الفعش كاللو كان فيه has been كنت اخدتها. وقص طبعا مش نفعة. لان بيجي قابلها مضارع. since بيجي قابلها مضارع. يبقى is. خلاص? لان since بيجي قابلها مضارع تام. وبعدها ماضي بسيط. جايب ماضي بسيط امت. طيب. لي جبت is. لان القاعدة دي ان قاعدة السنائية. بتقول لي ايجي ما تجيب has been ايجي ما تجيب is. يعني دي هون في مضارع. it has been two weeks since I lost. نوعات صارة. طيب. المضارع تام وسنس واي لاست بيجي بعدها ماضي بسيط. يبقى font. اي نوعات ماي بين friend دي صديق المراسلة حتى الان. يتعلم على مضارع تام. بنعايز مضارع تام. يبقى مضارع بسيط يطلع برة. والمواضي بسيط يطلع برة. واي ما بتاخدش هاز تطلع برة. يبقى haven't met. tamer is not hungry because he not a big lunch. is not hungry. ده تأثير في الحاضر. طيب. نعايز مضارع تام. طيب. مضارع تام. مضارع بسيط يطلع برة. مضارع البسيط يطلع برة. مضارع البسيط يطلع برة. التصريف التصريف يطلع برة. يبقى هاز it. احمد not a lot of healthy problems. since he started. خلاص. يبقى نعايز قبل بسيط مضارع تام. لانه جايب بعد بسيط. ماشي. طيب. فان مضارع التام. هاز الوحده كده. مضارع مضارع بسيط. وهاد ماضي بسيط. وهاد ماضي بسيط. وهاد انك ما نجيش بعد احمد كده مش معقول يعني لازم اما واذا وقاف. يبقى هاز هاد. زي نوع what to do for the holiday yet. عالم عالمات مضارع تام. طيب. نشيل هاد انت تدسايد. لانها ماضي تام. والمضارع البسيط ده يتشال. والمستقبل يتشال. يبقى هاد انت تدسايد. اي هاف ستدد فرنش. طيب. دي جملة اثبات ولا نفي. اولا يتبطيه في النفي وفي السؤال. ودي جملة اثبات. الاثبات بينفع فيهم lately و recently. طب في النفي. lately. انما دي جملة مثبتها يعني ينفع الاثنين. ينفع بي وينفع C. lately و recently. يبقى بي. و C اللي هي دي. Sally has been working here not. طيب. اولا فور بيجي بعدها عدد. والمدة. يجيبها 4 6 months. زي صح. يعني سالي اشتغلت هنا لمدة 6 شهور. طب في ايه الفرق بين الترجمة بين فور و سنس معلش. كلمة فور لمدة. لمدة. كلمة سنس منذو. اوعد فكر ان اللي فور و سنس هما لتين معنوهم منذو. لا. فور معناها لمدة. عشان الترجم صح وتحل صح. و سنس معناها منذو. طيب. سنس ما يجيش بعدها عدد المدة. فور هي اللي بيجي على عدد المدة. ما اللي سنس بيجي بعدها اسم لنمده. اجو دي يان كده بقيت مواضي بسيط. و باي دي بقيت مواضي تام او مستقبل تام. احنا القارح عندنا اه 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 ات هاز بيجي ومدة و سنس و مواضي بسيط طيب. يبقى I don't see to go outside I haven't seen to go outside Since I didn't see ولا since I lost so من الترجمة بقى يا عصر تعال بقى يقولك It is two years بقى سنتين منذ أن رأيتها ولا منذ لم أراها طبعا منذ أن رأيتها يعني من فات سنتين منذ أن رأيتها يبقى since I lost so في النهاية my mother not how to use the internet now she can send emails she can send emails دي أنت أسهر في المضارع يبقى نريد مضارع تام هنا المضارع بسيطة يطلع بره الماضي التام يطلع بره الماضي المستمر يطلع بره يبقى has learned everybody not a chance to talk in the conference كل واحد تم إعطائه الفرصة لكي يتحدث في المقتمر إذن جملة كده مجهول تمام؟ إيه هو مجهول؟ أحط تصريفات فيربط بي وتصريف ثالث يعني رقم إيه مجهول؟ ورقم بي مجهول؟ ورقم بي مجهول؟ ورقم سي مجهول؟ ورقم دي معلوم تطلع بره تعال بق كل واحد تم إعطائه فرصة للتحدث في المقتمر everybody الفعل بتاعها بيبقى مفرد لكن الضمير العيد عليها جمع يعني everybody nobody somebody أي حاجة فيها كلمة body يعني شخص الفعل بتاعها مفرد والضمير العيد عليها جمع إذن هي مفرد يبقى هي هتخد هاس يبقى ورق بره للنجامة وخاف بره للنجامة كثير من كتاب اليومين دول وضعهم نوعات as a teacher وبتكلمين اليوم يبقى نعيب يكلمين في المدارة يبقى هات تطلع بره لأنها ماضية also workis مضارة or also working مضارة تمام بس workis مفرد ورأيت هارز جمع مش مشي معاها كلمة also بتيجي بين have والتصريف الثالث ماشي هو بقول لك الكتاب اليومين دول بيشتغلوا كام مدرسين إذن كدت زمان مضارة تام طب ليه مش مضارة مستمرة لأنه مضارة مستمرة يعني يشتغل فترة في اللي أنا بتكلم فادي وخلاص خلصت ومش نفع رقم دي nothing like this has happened to me مفيش شيء حصل لها بالنسبة لي مثل هذا تمام طب دي اسلوب تفضيل يعني never or ever بس nothing نافي ما ينفعش مع هالنفر لأنه never نافي ونافي نافي مافيش ابتو تلناو ما ينفعش ده اسلوب تفضيل عايزيني ever يبقى يتفضل ever the last time i saw here was a week ago آخر مرة أنا شفتها كانت من أسبوع زي اسمين السؤال ده جميل جدا 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 ليه بقى؟ لأنه هيوضح لك الفرق في الترجمة ما بين كلمة فور اللي معناها لمدة وكلمة since اللي معناها منذو ايه وعد ترجم فرق لأنها منذو إن اللي ترجمت فرق لأنها منذو هتغلط تعال شوفها i haven't seen here أنا ما شفتهاش for a week لمدة أسبوع آه ماشي وفوق بيقولك آخر مرة أنا شفتها كانت من أسبوع يبقى دي صح رقم ايه صح طب رقم b i have seen here for a week أنا شفتها لمدة أسبوع خلي بالك الترجمة i have seen here for a week لمدة أسبوع يبقى كده غلط أعرف لو أنت ترجمتها بقى انها i have seen here for a week معناها أنا شفتها منذ أسبوع كانت بقى الترجمة صحيحة للجملة لكن صحيحة للجملة كلها تلاتة وعشرين لكن غلط بالنسبة للرقم b ترجمة غلط بالنسبة للرقم b i haven't seen here since a week أنا ما شفتهاش منذو أسبوع طبعا أنا ما شفتهاش منذو أسبوع طبعا طب ما هي since مش هيجي بعدها a week ما ينفعش since a week لأعرف لو كان 4 كانت تنفى بسنس غلط لأن since ما يجيش بعدها على المدة يقول لي since last week لو كانت last week كانت بقت مزبوطة إيه وبيه غلط إيه وبيه صح لا يا باشي إيه وبيه غلط لأنني قلت لك اللي 4 معناها لمد 24 he hasn't played tennis since he was in the club last week لعبش تنس منذو أن كان في النادي الأسبوع الماضي يعني بقى له أسبوع مالعبش يبقى he lost played tennis in the club a week ago هو آخر مرة لعب التنس كان من الأسبوع آه يا باشي إيه دين انت play tennis last week ما لعبش التنس لأسبوع الماضي لا هو آخر مرة كان لعب ما فيها من الأسبوع اجتال معا إيهاز انت play tennis before ما لعبش تنس قبل كده لا إيه إذا still play english بلعب لا يا باشي ما بلعبش إيه إذا start to rain بلعبت تنطر at two clock الساعة اثنين يعني تزيل السر رينج وما زالت تنطر ده معنى إيه ده معنى أنه حدث كان في المضارعة التام المستمر مضارعة التام المستمر مضارعة التام المستمر اللي هو have أو has وبعدين been وبعدين فعل ing ماشي إيهاز بين رينج at لا يا باشي أنا مش حايزة at the at ديان ده الساعة اه جي بتاعت الزمن ما نجدع بيه كنت تقول since since two clock طب it has لأن since two clock دي اسم الساعة it has been raining for two clock لا يا باشي مفتول since it has been raining since two clock اه هي دي it has been raining in two clock طب ما هكده ما تنفعش it has been raining مع in two clock in وقت وكده في المواد البسيط شو مضارعة التام المستمر she has been writing here novel وغايب اسم السنة اسم السنة اللي بيجي بعد ماذا بعد سنس we haven't seen them not over a year اكتر من السنة a year لا بتاخد ايه بتاخد فور عدد السنوات بتاخد فور it is exactly four years i lost blade i lost blade i lost blade منزو اخر مرة انا لابتاه لكده جملة ماضي بابتيجي سنس قبل جملة الماضي i haven't seen him not zawur zawur اسمي بسنس علي has lived abroad not his birth his birth بداية الفترات الحياتية يبقى ذا since his birth his this his marriage may has been ill the last week نقف هنا يا باشا عندي كلمة last و the last اصلاة بتطلق بعت ناس كتير لو قال لي last week يبقى since لو قال لي the last week يبقى for since last مدة اقول تاني since last مدة for the last مدة for the last مدة اقول لك اه في حالة ايه بقى في حالة لما يجي بعد the last كلمة يجي بعد the last دي اسم يعني مثلا اقول since the last time منذ اخر مرة since the last meeting منذ اخر اجتماع since the last holiday منذ اخر اجازة منذ اخر اجازة هنا the last week كنا خدناها بقى for منذ اخر لو شال ذا هنقول since last week طيب already already دي بتيجي في في الاسبات وبتيجي في السؤال بالتعجب من السرعة recently في الاسبات في الاخر i have had an interest in literature في الادب لاهمية في الادب not the age of 16 the age of 16 يبقى sense ليه لان have had دي مضارقة تام وان دي بتاع ما ده بسيط يبقى sense how long have you been studying انجريب خد بالك ان كلمة how long الوحدها تسأل عن المضارقة التام وfor how long for how long تسأل عن المضارقة التام وhow long وجملة وبعدين for يبقى مضارقة التام how long ago يبقى بسيط يبقى هنا how long ago يبقى مضارقة التام يبقى 4 he has been training hard not the last he is the last and he is the last and he is the last and he is the last long ago time or long ago time تأخذ كلمة for طبعا كلمة when يجب معها كلمة since when since when since when since when and since zin and since when and since when and how long for كلهم بطبع مضارقة التام إنما how long ago بتاعت ماض بسيط مي is tired not she has been working hard all day والداي مي بيقولك هي مي اللي تعبانة منذ أن تلعب كنتتعمل لأنها كانت بتعمل طول اليوم لأنها وعیس كلمة لأنها منتظر سنس لأنها كانت تنفع كلمة آز على فكرة أو كلمة بقوض not the last meeting سنس زراسته اسم انما باراً و أ 있고요 harp ا operت لسل لكنت لسل كار 8 لم厘 الإسرات رب من هور 4 رب Bueno لمuo لي إن كان لديه سماعة أول الموضوع المناسب السابقة لأنه ف sim처�adan فلاحظ ان كلمة sense هنا او اي رابط مفيش بعد ديه فاعل هنجيب الفاعل ing يبقى leaving طيب عارف رو كان في فاعل زي مثلا هي كنت خدتها has left يبقى هاز left دي ما تفعلش عشان مفيش فاعل هنا الدي في بدر اند فاروق have been friend is not share the hood فترات الحياة تاخد كلمة ايه تاخد sense sense تشعب دهود منذ الطفولة علي نوت سكول he has just arrived home علي نوت سكول he has just arrived home ووصل البيت يبى هو كان فين كان في المدرسة كان في المدرسة ورجع كان ورجع يعني راحه جاه يعني has been to اما لا has been in has been in معناه لسه موجود في المدرسة يعني لسه مجيش يعني هو مكون في المدرسة عطو has gone to معناه راحه لسه مرجعش يبقى has been to معناه راحه ورجع رقم يعني راحه لسه مرجعش راحه لسه مرجعتش طيب راحه لسه مرجعتش خلي بالك has been to دي راحه ورجعت يبقى ما تنفعش طيب has gone ما فيش تو ما تنفعش برضو يبقى هي موجودة هناك لمدة اسبعين يبقى has been in have you not luxor since you were born هو انت موجود في اللقص منزع ان ولد of course i have always lived here ايو انا عايش هنا طيب هو عايز موجود have you been in my father not in london for more than four years i really missed him very much يعني هو موجود هناك مش راحه مرجعش لأ ده هو موجود هناك ليه لانه في حرف الجر in يبقى has been has been to معناه راحه ورجع has gone ما بيجيش مع in to you مع to has gone to in كده غلط انه في حرف الجر to and واو have you done your work نقط اه بيتعجب طبعا من سرعة حدوث الفعل تعجب من سرعة حدوث الفعل يبقى already يتعجب من بطء حدوث الفعل يبقى ايت هنا بيتعجب من السرعة هو انت الحاجة تخلصت الواجب يبقى already i can't believe it have you got the full markus انا مش مصدق انت جبت كل درجات مهائية يبقى تعجب ايجابي يبقى already تعجب سلبي يبقى ايت يبقى هنا already have you eaten your meal no i am still eating اتخلصت اكل لا لسه مخلصتش يبقى كده بيتعجب من بطء حدوث الفعل يبقى yet have you eaten all the food you must have been very hungry انت كلت كل اكبر يبقى كده بيتعجب من السرعة ان هو كان لانه كان جعاني بقوله انت اكيد كنت جعاني بوردتش she not football for about five years four ومدة زمنية يبقى هو عايز مضارع تامي يبقى عن المضارع البسيط ده يطلع برة وشي ما بيجيش معها have has been played دي كده مبنيه المجهول يبقى has been played مضارع تام مستمر no information كلمة information كلمة مفرد يعني بتاخد ايه بتاخد هاز طب هو جايب هذا to the new stuff yet yet دي مضارع تام طب هو كده جايب كله مضارع تام الانفورميشن تعطى للشيط الجديد يبقى كده مجهول يبقى نطلع المعلوم برة يبقى has given معلوم تطلع برة وما فيش نفي النفي يبقى مفيش نو مع نط كده ما تنفعش يبقى has been given احمد not typing three reports طالما ذكر على المرض الحلوس الفعل يعني مضارع تام بسيط مضارع تام بسيط يبقى has finished ليه لانه ذكر على المرض الحلوس الفعل واحمد هو اللي انهى الكتابة يعني مجهول يطلع برة مش المضارع تام مستمر لانه هو ذكر على المرض الحلوس الفعل I not my colleagues for many years now for وفترة زمنية وناو يبقى مضارع تام مستمر for فترة زمنية ناو يبقى مضارع تام مستمر لكن الفعل انه بيجيش في الاستمرار بتعول عنه بالمضارع التام البسيط يبقى have known يعني have been known غلط اه لانه بيجيش في الاستمرار وهي been known غلط لانه بيجيش في الاستمرار طب وهي been known وهي الجبلة دي هات مضارع ما هيش ماضي طيب لانه ماضي كنت انا عرفته خلاص بيقولك من منزو سنوات لحد الان ناو دي كلا مضارع نادى نود for 35 years and she's still married now طيب اولا كده فالة مري جيش في الاستمرار يبقى has been married انجريش يتلع بره انه ما فيش حد يدنه يتجوز 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 طيب يبقى was married جيش تطلع بره ونادى او ميجيش معها have تطلع بره يبقى has been married انت قطع النفس كده ليه? هو انت كنت بتجري? ماشي. هو انت كنت بتجري? يبقى ان بس ارى في الماضي على حلس دلوقتي. يبقى ده مضارعتان. طيب. اه. ار يو رانيج? ده كده مضارعة مستمر مش نافع. وير يو رانيج كده ماضي مستمر مش نافع. ايه? لان جملته مضارع. ار. طيب. هاف يو رانيج? ولا هاف يو بين رانيج? لأ هاف يو بين رانيج? ليه? لان الحلس استغرق وقت. هو انت كنت بتجري انت هيعطي النفس. يبقى رقم بيه غلط. نحن نستطيع ان نتعلم على مارس حتى. حتى من الروابط اللي بيجعب لها مستعبل او امر وبعدها مضارع بسيط او مضارع تام. دي شك للقراء. الشك التاني ان عنتل اه بيجي بطلب بين ماضي بسيط وماضي تام. طيب هنا مستقبل يبقى هو عايز بعد عنتل. هنا مستقبل اهو اللي هو هو يبقى هو عايز بعد ويه مضارع تام او مضارع بسيط. يبقى هاف يو انت. افتر شي نقط كوكينج زافوت شي ويل. جابي ناحية تانية ويل يبقى انت عايز بعد شي مضارع بسيط او مضارع تام. طيب فين يبقى الماضي التام دي يطلع بره. الماضي مستمر يطلع بره. طيب هاف فنشد ولا هاف فنشد طبعا شي شي مفرد. ما تاخدش هاف. هاف فنشد. اي القتوبة اس ون اس اي نقط. اس ون اس جابي لها ويل والمصدر يبقى بعدها مضارع تام او مضارع بسيط. طيب. اه يبقى لزي تطلع بره. وهدى ان تطلع بره لانهم ماضي. طيب. دو تنفع. لما هز ظن هتنفعش لان اي. وما يجيش معها هاز. لو كان الهاف كانت تنفع. ينطقم انتل اي هاف فوند. انتل جايب عليها مضارع تام. يبقى لها مستقبل يبقى وانت. ايو البي ابل تو ريد ات بكوز اي نقط. بكوز رابب بكوز جايب لي منه مستقبل. يبقى عايز بعد منه مضارع بسيط او مضارع تام. طيب. اه في مضارع تام وفي مضارع بسيط. في هاف لست وفي لوز. اخب من فيهم بقى. ركز بقى فما انا لجملة كده. اناش يكون قادرة على الاراية ليه? لان انا فقط نضارتي. يبقى ازا الحلس له اثر. وطالما له اثر. اه يبقى مضارع تام. يبقى هاف لست. افتر اي هاف فنشد. كده بعد اه افتر جايب بعدها مضارع تام. يبقى الناحية التانية اولو المصدر. يبقى والجوم. نوع نسبوك انتو مي لايك زاد بيفور. طيب كده الصيغة. اه سلط اه تفضيل محدش كلمنا قبل كده بمثل هذا الاسلوب وقبل ذلك. طيب. اولا فيه نوع نافي. يعنى ينفعش نجيب نافر. لان ينفيش حاسمها نافي نافيش. يبقى لازم هي تكون افر. طيب. نوان قلنا الفائلة بتاعها مفرد. يبقى هاذ افر. هاذ افر تطلع بره. قلنا ان الكلمة اي نوان او نوبادي دي كلها افعال بتجيب بعدها افعال في سلط المفرد لكن الضمر العيل عليها بيبقى جمع. جانا نوعات هير كي. شي كانت جيت انتو زا هاوست. شي كانت جيت انتو زا هاوست ده اثر. يبقى هو عايز مضارع تام. يبقى هاذ لست. جانا هير كي. طيب. كان في ربعة وستين كان الاسر في المضارع بيقول لي كانت. بص لاب خمس ستين الاسر في الماضي. قد انت جيت. يبقى انا عايز قبلها ماضي تام. طيب فين الماضي تام يبقى هاد لست. يبقى اثر في المضارع مضارع تام. اثر في الماضي يبقى ماضي تام. اه ماي فون. اه نعد ذري ويل. سينس اي دروب دي ات لست ويكون زا ان وقعتو الاسبوع الماضي. طيب. يبقى التلفون بتاعي ما كانش يعمل منزا ان وقعتو. يبقى عندي سينس. بعد الماضي بسيط يبقى لها مضارع تام. طيب فين المضارع التام. هازلت واركت. اي هف انت بين هير فور. لمدة. طيب. فور بيجي بعدها عدد السنوات. عدد المدة يعني بيجي بعدها عدد المدة. او المدة غير محددة. مدة غير ايه محددة. يعني سمير تطلع. شخص ما سمير. واني يرز تطلع. عندي يرز وعندي زا يرز. طيب انا هاخد يرز. وفور يرز لمدة السنوات. طيب ليه من الزا يرز? لان مفيش حاجة اسمها زا يرز. ممكن يقول زا لاست يرز بس. زا لاست يرز. بس. زا لاست يرز. بس. زا لاست يرز. مفيش حاجة اسمها زا زا لاست يرز. غلط. مفيش حاجة اسمها زا يرز. غلط. طيب ان لو حططت زا يرز كده بعد فور هشوف ما عن الجملة. اي هف انت بين هير. بيكونتش هنا. لمدة سنوات. يبقى يرز. لمدة السنوات. بكده كمان المعنى مش مزبوط. خالص. احمد از starving يعني دجوعا. هي has eaten nothing for two days. مكرش حاجة منزو اه يومين لمدة يومين. مكرش حاجة لمدة يومين. يبقى وهو يقول لانه. Because of معناه بسبب بيجيب عليها الفعل. in g او اسم. يبقى لانه يعني سينس. انت بتدر تجاوه على السؤال ده. انت تنميز زكي. يبقى عاو عايز لان. لان يعني سينس. وبكده نكون خلصنا الجزء التاني من القواب من الدرس التلتة والرابع. اه اتمنى ان تكونوا فهمتوا حاجة. اه طبعا كل اللي شغل فيديو فيهم. هيعمل سبسكرايب. اشترك في القناة. وفعل الجرس. علشان تجيه لفديوهات. تجيه لاشعار بالفيديوهات الجديدة. وعلشان نكمل حل الكتاب. ويكتب تعليق. سواء هو استفاد او مستفادش. او في ملحوظة. او مفيش. وطبعا السهب والنسيان دي من صفات البشر. انا ممكن اسهع عن حاجة. وانا بحل مقاطرة الاسئلة. او انسى شيء. او في معلومة مش واضحة. او في معلومة عشني فيها. هتواصل معي واتس. زير اتناشر زير اتن سبعة تسعة خمسة زير ثلاثة تمانية. وهرد عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة